اشتركوا في القناة هذا ما تعودنا عليه صراحة في كل من لعبة باتفيد فور وباتفيد حردين ولكن هذه المرة مع باتفيد وان تغيرت ميكانيكيت وآلية عمل هذه الحقائب فالآن حزام المعارك في باتفيد وان تقدم شيئين فقط كمكافئة أولاً ألوان تمهيل الأسلحة وثانياً قطاع نادرة لأسلحة يدوية توجب عليك تجميعها من أجل صنع سلاح عبيض نادر في السابق كان الحصول على حزام المعارك أو كما هي معروفة بالباتل باكس أمر سهل وبسيط للغاية وذلك من خلال المرور للطبة جديدة أو إنجاز بعض المهام السلاح ما ولكن هذا النظام تغير كلياً أيضاً مهبات الفيد وان فحالياً أصبح الحصول على حزام المعارك أمر عشوائي وغير مضمون وغير متبت بتاتاً بأدائك أو أداء فريقك أو حتى المرور لمستوى جديد أو ليفل جديد فأستوديوهات دايس قررت أن تجعل الحصول على حزام المعارك يعمل هذه المرة بنظام الرنجي أو توليد الأعداد العشوائية وهذا يعني أن احتمالية حصولك على حزام المعارك ضئيلة جداً وتكهد تحسب فمثلاً يمكنك أن تلعب لعبة باتفيد وان لمدة 5 ساعات 10 ساعات ولا تتحصل على أي حزمة بتاتاً وغيرك يلعب لمدة ساعة أو ساعتين وتحصل على ثلاث أو خمس حزام وإذا كنت تتسائل هل هناك طريقة لزيادة فرصتك في الحصول على هذه الحزام فأنا أجيبك ببساطة للأسف لا يوجد على الأقل في الوقت الحالي وللعلم فإنه يتم تقديم حزام المعارك أو الباتل باكس بعد نهاية المباراة ولذلك لا تغادر حتى لو كان أداء فريقك ضعيف هذا وسوف يتم استعرض المتحصلين على حزام المعارك من خلال وجهة النهاية من جهة أخرى هناك ثلاث أنواع من حزام المعارك في لعبة باتفيد وان هذه المرة حزام معارك تقليدية حزام معارك مميزة حزام معارك أسطورية كلها تحتوي على نفس المحتوات ولكن كلما كانت جودة الحزمة أعلى كلما كانت المكافئة أفضل وأفضل هذا وبإمكانك التعرف على المحتوات التي قد تتحصل عليها في كل حزمة من خلال قسم الحزام في لعبة باتفيد وان الجدير بالذكر أنه عند فتحك لحزمة المعارك فأنك سوف تحصل دائما على لون تمويه لسلاح بجودات مختلفة وهذا أمر مضمون مئة بالمئة وإذا لم يعجبك أو تمتلك منه أثنين فبإمكانك استبداله بعملة تسمى بالخردة ويمكنك استعمالها فيما بعد لشراء حزام معارك أخرى وطبعا كل حزم لها عدد معين من قطاع الخردة لإقتنائها هذا وأحيانا كما سبق وأنذكت فسوف تحصل على قطاع نادر لبعض الأسلحة البيضاء وبعد تجميع خمس منها سوف تقوم بالحصول على سلاح يدوي نادر إذن كان هذا التعريف البسيط لحزام المعارك في لعبة باتفيدوان وتمنى أن تكون المعلومة واضحة وبسيطة وهنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو مشكولا على المشاهدة أراكم إن شاء الله في فيديو قادم وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر